بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابة أجمعين كل هذه الآلة الضخمة للإعلام الغربي والتي لا يمكن للمسلمين الاقتراب منها أحراء أن يكونوا ضيوفا فيها للتعبير عن رأيهم فامحرمون من هذا كما قلنا ولذلك فالصورة عن المسلمين إنما يروجها أعداء المسلمين ولذلك فصورتهم هي هذه التي ترون سبحان الله ولكن هذا الذي حققته المقاومة في أرض الرباط استطاع بدون هذه الوسائل بنصرة الله أن يقلب الطاولة على هذا الإعلام الذي كان يزور الحقائق رضحا من الزمن ولا يجد الرأي الآخر أبدا لكي يبين وحتى لو كان أحد مثلا منا يريد أن يبين فإن الوسائل مستعملة من سائل بداية لا تصل إليهم أبدا هل استطاع المسلمون أن يخاطبوا الغرب هل لهم من الوسائل لا يستطيع ليس لديهم هم ممنوعون لماذا لأنهم منهزمون نهزموا في الحرب العالمية الثانية وحق عليهم تسلط هؤلاء فلا يتركونهم أبدا ينطلقون بل يضبطون حركتهم حتى لا يفاجأوا في يوم كما يقال حتى لا يفاجئنا المارد ويخرجوا من القمقم لهو الإسلام نضبط الحركة أنت على الأمة ندروا كل شيء القوى في كل هذه الدول مسلطة على هذه الأمة حتى لا تتحرك بل لا ينبغي أن تعرف الحقيقة بل نمارس عليه عياذا بالله الضلال والإضلال بل نغسل عقولها بل نشتري عقولها وقولوا كما قالوا شراء العقول والقلوب على عدبوش شراء العقوله كان العنوان لماذا يكرهوننا يعني يحسوا بالله المسلمين بعد أزمة العراق وذاك العمل اللي داروا في العراق قالوا بالله رأم كائن المسلمين رأم يكرهوننا أعلاش يكرهوننا ولذلك الحل اللي اسمه شراء القلوب والعقول والبدء بفتح بعض هذه القنوات اللي رأى كائن الآن باللغة العربية وتتوجهوا إلى العرب وإلى المسلمين لشراء عقولهم ولتزوير الحقائق ولتظل الأمة في عام غفلون لا تعرفوا موطئ قدمها ولا أين يصاروا بها ولا من الذي يحركها وعاشها مسكينة في المنامة نوم وستعلم وعالكم أنا رأى واحد قلسة أنا كنت كان ندير غال غال كنت كان دير نكتب مقالات في جرائد وبديت ندير هذا نصورها الدورس بكري يعني في وجيوا عندي ها ما تصورش ما تديرش كده ما تديرش يا سبحان هذو المسلمين رحت المسلمين المسلمين بحركة السلام متخلفة في مجالي حرب الكلمة وتعرفوا بإلا الكلمة هي كل شيء حرب الكلمة هي كل شيء الكلمة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أفواهيم ما معنى بأفواهيم الوسائل الكلمة لأن إليه هزمك في مجال الكلمة هزمك زين داخليا أي نقل المعركة إلى نفسك فإذا انهزمت نفسيا صرت ترى عدوك صديقة وترى صديقك عدوة فتختلف عليك عياذا بالله المواقف كمرة وقعنا نحن سيدلين ويقول كلنا والعياذ بالله ربه 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 يقول له محمد وقادر وعيشه ويقوله احنا يا سيدي راحنا ولطيفة لطيفة أما هذه الأيام الأربعين ساعة وربعين يوم هذه المواجهة فسبحان الله يحقق الله بها إيصال الكلمة التي تمسع هذا الغبش الذي روجه منذ منذ تقريب قرن هذا الإعلام الذي لا نمتلكه عن الأمة هما إرهابيون هما ما يفهموش هما متخلفون هما 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 فإذا بهذه طوفان جرف هذه الصورة وأصبح الطفل عنده 15 سنة في أمريكا وكندا إذا رأى محلا يرفع العالم دي العدو ينقض عليه فلا يرى في علمه إلا لحم الموزع الممزع للأطفال التي تقصف بالطائرات الأمريكية من الذي حول هذا من الذي جعل الكثير من المشاهير يغيرون واسمو يغير واسمو يغير يغير واسمو ما سيغير الصور واسمو يغير واسمو يغير يغير حتى الاهتمام كان مغني كان كذا كان من الرياضي وإذا به يتحدث عن 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 هؤلاء الثابتين الذين صاروا يلفتون انتباه أولئك المنغمسين في الدنيا الذي لم يكن همهم إلا المال والشهرة وإذا بم يتركون كل شيء ويقول خدعتمون وأصبح الكبار الساسة يعترض سبيلهم الصحفي وغيرا يقول لماذا لا توقف الحرب لماذا نؤيدكم ونعطيكم من أموال الضرائب لكي تحتدوا وتطلبوا أولئك الأطفال والنساء وأصبح يحرجونهم أنا شتوا واحد سيدي تكلموا على السيناتور الأمريكي في القطر ويلح عليه في السؤال ولم يستطع التحمل حتى انصرف قال له ركا خلت من وقتي وراك أزعجتني وراك يقولوا والأطفال 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 تكونوا ماذا صحافيين رياضيين الشباب النساء كالي سلم كالي شلل نسخة بتاع المصحف وفي هذا وفي هذا الموضوع وحد الصحافي في الجزيرة كيف يسميه هذا أه 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 الصحافي في الجزيرة في الجزيرة يعني في الجزيرة هذا في الأحداث وحد الصحافي يديل النشرة يديل الأخبار يعني هذا الفرح فرح ذا إعجاب إن شاء الله تمرك تعالى أنت السياسة ديال 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 أوروبا قال له ماذا تقول أليس شوف أليس ما تفعله يفعله العدو في غزة هو من جنس جرائم الحرب ما ش قال له ما ش قال له قال له أنا لست محاميا أنا لا لست محاميا على هذا الناس هذا مش نقول لك والش جرائم حرب شو بغتني أنا لكون محاميا على سعوز السؤال الثاني شو شك يجر للسان قال له وماذا تقول فيما تفعله هو فعلته حماس ما فعلته المقاومة إن شاء الله تبارك وتعالى في الأخر 7 أكتبر واسمه قالوا ذلك واسمه أعمل إرهابي هذاك إرهاب هذاك إرهاب قال له إذا نشوف هنا محامي وهنا تحكم يو أخي وررنا واش أنت محامي إذا كنت محامي يحكم هنا وهنا في اللي ولي تقول أنا مش محامي تتحرم والآن تحكم واتدفع هنا محامي هنا مش محامي ولذلك قلوا ولذلك فلقد فقدتم مصداقيتكم تكيلون بألف مكيال قلوا لي هات الصورة الآن اللي رهات تتناقل ولذلك ورقة يجيبوا لها حتى ذاك يقول لي قصف الجبهة قصف الجبهة اللي منين يجابها كذا والأخر مقا غير يشوف قصف الجبهة يعني واسمه هذا هذي إصابة في التسعين هذي غيب اللي تده غيب اللي تده هذي واسمه هي هذا 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 أنا مش محامي وهذو اللي دلوه هنا هذا إرهاب يوقف فهمنا شكو انت واش محامي ولا ماشي محامي إلا ماشي محامي ما غادي الشيء تحكم على شي حاجة وما تدفع حتى على شي حاجة أما انت محامي والدفع على هذو وهذو التهمم هو إلا هذي الصورة الآن وصور أخرى قلبة الموازين والآن الحمد لله والله واسحاب هذا هذا الناس نشطاء وصناع المحتوى وخاصة اللي عنده مشعبية كبيرة كان اللي عنده الملايين ناس أه القلب السهل السهل القلب السهل السهل كان اللي عنده الملايين الملايين في الآخر وسلم واسمح يقول لهم هذي هذي كذوبة طه عرب اسمه قال لهم وحدا ذو كل الناس الصور دي لأمريكا قال لحنا ما كناش قاع عارفوا من اللي كان في فلسطين احنا كيقولوا لنا باللي هذ هذو الأرض بتاع ذو كل الناس وهذو تعدوا عليهم شو تلك كان عنده واسمه صورة أمام بغلوط احنا هذي كعب ما كناش عارفوا ولي ذلك كم فرط المسلمون وعندهم كل الإمكانيات أموال وكل شي لكي يكون لهم إعلام زيد مدفوع الأجر في سبيل الله نعطيه 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 لكي علاش لنخاطب أولئك الشعوب بلغاتهم لنبين لهم الحقيقة ونجيبوه ناس ديالهم ونهضروا مع ديالهم اللي يعرفوا الحقيقة ويتكلموا ونخلصوهم بالفلوس نعطيه بالفلوس الفلوس نعطيه 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 الفلوس نعطيه لللاعبين على الكورة ونعطيه المفليسين والمفسيدين ومنحارفين ونجيبوهم هل المرة هارض الحرامين درت مهرجان تعمل كيف يقول الكلاب مهرجان واسمو كيف يسم موسيم واسمو مهرجان واسمو علم مهرجان تعمل الكلاب كيف يسميه مهرجان السباق تعمل الكلاب ولغي مهرجان للكلاب مهرجان للكلاب مهرجان للكلاب وكاين المهرجان تعمل ملك يعني الرشاقة وملكة وهو ملكة جمال الكلاب ملكة جمال الكلاب في أرض الحرمين قولوا لي الله يرحمه الكلاب وخسر الملايير ملايير على ملكة جمال الكلاب ومن بعد يسوفها فلقيت مهرجان الكلاب واسمه يجبدو اودي ادركوا اش غادي نقول لك اكل شي غادي يفشل لهم منين سيضرب يعني كين هذا الناس هذا كم من المشاريع التي كانوا يهيئ الغرب والدولة العميقة لاستنباتها في بيئتنا ولكن كلها توقفت وسترون العجب العجاب لأن لهذه المعركة ما بعدها سترون ان شاء الله راح ننشاء الله تعالى نعيش المخاض المخاض يكون صعيب ولكن الولادة ستكون على كل حال ستعود هذه الأمة والله لتعودا هذه الأمة ولا ينتصرن هذا الإسلام هذه غبتنا ويتنعلق على هذا حقوق الإنسان وهذا كذا كايش وعد لرأي تقدرك في حقوق الإنسان كايش وعد لرأي تقدرك في حقوق الإنسان هذا حقوق الإنسان حقوق الحيوان الحقوق